أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالوتيرة المتسارعة لزيادة حكم الاستثمارات النرويجية في مصر خلال الفترة الأخيرة لا سيمة في مجالة الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والإنتاج السمكية وخلال اجتماعه مع وزيرة خارجية النرويج وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أعرب مدبولي عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات النرويجية ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في مصر وأكد مدبولي أن التوجه النرويجي الاستثماري القوي في مصر يلقى ترحيبا وتعاونا من جانب الحكومة والتزاما بتهيئة الظروف الكفيلة بنجاح وزيادة هذه الاستثمارات بهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في التعاون والشراكة بين الجانبين كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاستثماري في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم بين صندوق مصر السيادية وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية